كيف يمكن أن نفهم عملية الدخول أو الاجتياح حضرة العميد؟ يعني طبعا عنصر المفاجأة هنا لاغي تماما لأنه هناك حشود، هناك تعزيزات، هناك دبابات تقف عند منطقة الحدود وبالتالي لعب إسرائيل على منطق المفاجأة ليس بمكان الآن لكن الحديث عن اللعب على التكتيكات، بأي تكتيكات مفاجأة يمكن أن تستخدمها إسرائيل هنا؟ التكتيكات الإسرائيلية ستقوم على سياسة أرض محروقة، يعني استخدام الطيران بشكل مكسف وحرق وتدمير كل ما هو أمام القوات المهاجبة وبنفس الوقت الاندفاع السريع لحدود معينة، لمناطق معينة من أجل الفصل في قطاع غزة قسمه أو تقسيم قطاع غزة إلى قسمين أو سلاسة أقسام على الأكثر في حين أن المقاومة ستستخدم كما هي عادتها أسلحة الميمدال وأيضا بنفس الوقت المجموعات الصغرى وهي التي تحقق فيها إنجازات أكبر لأنه لا يحتاج سلاح الميمدال الذي يصد الدبابات إلى أكثر من موقع ويقول هناك مجموعة لا تتجاوز إثنان أو سلاسة على الأكثر وبالتالي تتعامل بعد تدمير الدبابة، ماذا تتحول الدبابة؟ تتحول إلى كتلة نارية تقتل من هو بداخلها وتعجز عن أداء مهمها وبالتالي عندما تتقدم دبابات على محور معين وأقصد في غزة وهي هناك غزة كلها سهلية وإمكانية تقدم الدبابات موجودة عندما تتقدم هذه الدبابات باتجاه معين ويتم صد وتدمير بعض الدبابات لا أقول كل الدبابات، بعضها سيتوقف الرتل كاملا ويعود الإسرائيليون إلى استخدام الطيران أمام الدبابات ثم استخدام المدفعية، لننسى السلاح المدفعية وهو سلاح قوي أيضا في إسرائيل ولديها قوة تأثير ناري كبيرة ولكن أنا أعتقد أن المقاومة جهزت، حضرت الأرض مسبقا لهكذا معارك وأعتقد أنه لديها تجارب سابقة فيما جرى في عام 2014 عندما انطلقت القوات الإسرائيلية واندفعت لأن تدخل باتجاه مناطق سكنية وأعتقد أن حادث حي الشجاعية لا تزال حية في ذاكرة الإسرائيليين والقادة الإسرائيليون يعلمون ذلك وتجربة المقاومة سواء كانت في لبنان أو تجربة المقاومة في غزة نفسها التي خاضت ستة حروب خاضت ستة حروب وخلال هذه الحروب الستة أبلت بلان حسنا يكفي أن أشير إلى أنه مخيم جنين بواقع الحال لا يتجاوز نصف كيلو متر مربع طيب لكن المعادلة الآن مختلفة حضرة العميد يعني كنا نتابع طبعا على مدار 12 يوما هناك رشقات صاروخية من قبل القسام من قبل المقاومة باتجاه أماكن داخل العمق الإسرائيلي لكن هل تتحضر المقاومة لسيناريو حرب ممتدة هل لديها الاستراتيجية والإمكانيات التسليحية من الصمود من حيث المبدأ المقاومة لم تكن لتفتح هذه الحرب أو هذه المبادرة الهجومية المعركة لو لم تكن متحضرة لمعركة طويلة الأمن وبالحد الأدنى أعتقد أن المقاومة في غزة وحتى في لبنان حضرت لمعركة بالحد الأدنى شهرين إلى ستة أشهر من شهرين إلى ستة أشهر هل تستطيع إسرائيل تحمل رشقات صاروخية لستة أشهر أو لشهرين لنقول لشهرين في هذه الكسافة لا أعتقد ذلك أشير إلى مسألة في عام 2008 عندما هاجمت إسرائيل غزة آنذاك طيلة 21 يوم استمر هذا الهجوم لم تستطع المقاومة أن تطلق أكثر من 750 قذيفة هاون يعني على الحدود وصواريخ للقسام لم تكن تتجاوز 5 كيلومتر من 3 إلى 5 كيلومتر الآن صواريخ القسام وصواريخ أيضا الجهاد سرايا القدس تصل إلى أكثر من 200 كيلومتر عندما ضربت في صفض مقر قيادة الفرقة هناك هي على مسافة كانت وصلت إلى مسافة 220 كيلومتر وصاروخ عياش 250 يصل إلى 250 كيلومتر ولدى المقاومة أيضا سلاح جديد تخبئه أنواسك يعني لا أعلم بدقة ما اسمه ولكنها تخبئه لهذه المعارك ويطال كل أراضي المحتلة لعام 67 يعني بمعنى آخر أنه يطال كل الأهداف الميزة لهذه الصواريخ أنها لم تعد على أهداف مساحية يعني بمعنى آخر لضرب المدن لم تعد لضرب منشآت كبيرة المساحة أو واسعة جدا تعد لأهداف نقاطية وبالتالي تعد لمقرات قيادة عندما أطلق صاروخ على قيادة الفرقة في الشمال يعني في صفض أصاب قيادة الفرقة إذن هو هدف نقاطي يعني بمعنى من أسحة المدنة العالية نعم نعم وأطلق صاروخ على حيفا أصاب أيضا للهدف المطلوب وبالتالي المقاومة لديها قدرات لم تظهرها حتى الآن وبالتالي ما يظهرها هي عبارة عن الأهداف التي سترمى لكن يتوقع من خلال كلامك حضرة العميد أنه سيكون أيضا لدى القسام بنك أهداف واضح ومحدد في الداخل الإسرائيلي ربما نتابعه في قادم الأيام مع بدء العملية البرية